حذر مختصون من أن كل الأجهزة المرتبطة بالإنترنت قابلة للاختراق ومنها كاميرات المراقبة بالمنازل ودعينا إلى اتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة هذه هي التحذيرات تأتي في ظل انتشار واسع لمحاولات تجسس طالت تلك الكاميرات عبر بث حي على مواقع الإنترنت زميل أحمد المسعودي حقق في هذا الموضوع وعاد بهذا التقرير ذات أحجام وأشكال مختلفة وتقنية عالية وجدت لحماية المنازل ورغم أهميتها إلى أنها تدخل في نطاق المحظور لكشفها المستور بعد انتشار مقاطع تظهر كاميرات كشفت خصوصيات المنازل اقتربنا من خطر يداهم البيوت كما يرى المختصون هذه التكنولوجيا مفيدة وتعطينا مجال لحماية البيت والمنزل والممتلكات والأسرة متى ما تم تنفيذها أو تطبيقها بشكل سليم ومناسب هذه الكاميرات تتعلق بحرمة المنزل بحرمة المنزل داخل البيت سواء ممتلكات وأفراد وبالتالي هذا الموضوع حساس ومهم لرب الأسرة وللأم وبالتالي التعامل إياه يجب أن يكون من خلال وعي وعناية معقولة نبذلها نحلو درهم وقاية خير من قطار علاج نصيحة بعض المواطنين لهكذا ظاهرة لازم تغير الباسورد عندما يركب لك المحل إذا أنت من نفسك هو يلازم يعلمك تغير الباسورد من داخل عشان ستصير مثل عندك نظام لك بروحك بالبيت ما يقدر حتى لما هو يبطل مرنثانا ما يقدر أن يدخل على بيتك المواطن لابد أن يكون عنده وعي ثقافي بعملية تركيب الشبكات في عملية استخدام الباسورد يأخذ الشبكة من المحل أول فعل اللابد أن يسويه هي تغيير الباسورد بحيث أن يكون هو الشخص الوحيد المتحكم بالعملية هذا خطوات تتبع تقي مقتنيها لتكون وسيلة حماية لمعاولة هدم للأسرة شركة عالمية رائدة محلات موثوق فيها عدم الاعتماد على أشخاص أو أفراد يعطونك شخص وأن تنشئ أنت كلمة السر واسم المستخدم الخاصة فيك وتستخدم بريد أكتروني خاص فيك وأن لا يتم تداولها إلا بشكل محدود أو نطاق محدود إما بين رب الأسرة أو الأم أو الأبناء الكبار الواعي ضرورة أمسد ذات ضرر لمن لا يحسن استخدامها ومفتاح حلها بيد ممتلكيها لتكون أكثر آمانا وأقل خطرا أحمد المسعودي لتلفزيو المجلس